تحديث جديد ومهم من اليوتيوب ولو صح التعبير هو تحديث لميزة أو تحديث كان سابق أطلقه اليوتيوب بس للأسف ما كانش متاح أو ملائم لأصحاب القنوات في الدول العربية لكن حاليا في الساعات الأخيرة اليوتيوب أضاف بقى تحسين أو حسن الميزة دي بما يتلاقى مع صناع المحتوى تحديدا زي ما بقول في الدول العربية إن هي تقدر تستفاد من التحديث أو الميزة دي اللي لو استغلناها صح هتفرق كتير قوي للقناة بتاعتنا عموما سواء في زيادة في المشاهدات اللي هاتبحها بالتأكيد زيادة في مشتركين في أرباح لو قناة مفعالة لأنها ببساطة يعني الناس اللي هي بتقول مش بنلاقي أفكار للفيديوهات المشاهدات عندنا ضعيفة مش بنعرف نكتب العنوان مش بنعرف نستغل الكلمات المفتحية لا من خلال التحديث اللي ظهر على الميزة اللي موجودة عندك في القناة دي هتقدر إن شاء الله إن انت تستفاد منها بس أهم حاجة إن احنا نفهم الميزة دي صح عشان كده أنا حابب أشارك معكم الموضوع دوت فإيه هي الميزة تعالوا مع بعض نشوف حضرتك لما بتروح على القناة بتاعتك وطبعا لو انت هتبتدي تشوف الميزة دي وهتبتدي تستغل لها بتخش على القناة بتاعتك من خلال جوجل كوروم وخلاص كلنا عرفنا الموضوع ده بنحوله عرض بإصدار سطح المكتب وبعدين بنبتدي نمشي مع بعض في الخطوات فهنروح نضغط على صورة الحساب أو القناة بتاعتنا وبعدين نروح على ستوديو اليوتيوب وبعد كده هنروح على الإحصاءات وبعد كده بقى هنروح للميزة الجديدة بتاعتنا أو زي ما بنقول بقى الميزة القديمة الجديدة أو المحدثة فهنروح على ميزة الأبحاث وندغط عليه هتلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده وطبعا أنا تعمدت في الأول أول ما هستعرض معاك الميزة أنا فتحتها من قناتي التانية مش من قناتي الأساسية عشان أنا عارف إن ممكن في بعض من أصحاب القنوات هيجوا يدخلوا عليها هيشوفوا المنظر ده والمنظر ده هيكون راجع لسبابين هنقولهم دلوقتي مع بعض بس خلينا الأول نعمل التبديل ونرجع للشكل القديم تاني ده كان الشكل القديم المتعلق بميزة الأبحاث اللي كان بتلاقي فيها ما فيش بالنسبة لعمليات البحث الخاصة بمشاهدي قناتك لما كنت بتضغط عليها مش بتلاقي أي كلغة مش متاحة بالنسبة لك ما كانش فيه غير الأربع لغات دول اللي هما الإنجليزية يابانية كورية هندية مش عارف ايه الدول برضو المتاح فيها كان الأربع أو خمس دول دول وما كانش فيه بالنسبة ليه منشئ المحتوى العربي أو الدول العربية تحديدا إن هما يقدروا يستفيدوا منها سواء في عمليات البحث اللي بيشاهدها جمهور قناتك أو عمليات البحث على اليوتيوب المتعلقة بالمحتوى العربي لكن بعد التحديث الجديد اللي هو بقى لو ظهرت لو أنت حضرتك فتحت ولقيت المنظر ده صادق فأنت بتضغط على كلمة التبديل هتلاقيها فتحت معاك بالشكل ده طيب أنا شايف إن الصفحة فاضية خالص ما فيش أي حاجة ولا فيديوهات اللي بيشوفها الجمهور بتاعي ولا المحتوى الرائج ولا أي حاجة ليه السبب ده أولا السبب ده يبقى راجع لحاجة من الاتنين أولا لو كان محتوى قناتك متنوع يعني أنت مش متخصص في قناتك في محتوى معين ده بيكون نتيجته عشان كده دايما بنقول من الأفضل لما أنا باجي أشتغل على قناتي يكون في محتوى واحد بس بحيث إن اليوتيوب يقدر يصنفه وبالتالي يقدر يقترحه للجمهور المهتم بالمحتوى اللي أنا بقدمه فتظهر معايا النتائج دية يعني إحنا لو رجعنا كده على الجمهور وبصينا هنا في الإحصاءات مش هلاقي قنوات يشاهدها الجمهور بتاعي مش هلاقي التوقيتات اللي بيكون الجمهور بتاعي فاتح فيها اليوتيوب فده ناتج عن سبب زي ما بقوله لحضرتك كده لو أنت محتوى القناة عندك متنوع فدي بتكون سبب أو نتيجة ليه طيب السبب الثاني السبب الثاني متعلق لو حضرتك بقى بتتبادل اشتراكات لسه يعني الناس حتى بعد ما بتحقق الألف المشترك بتفضل لسه مكملة في موضوع تبادل الاشتراكات زرعت لك ورد ده رضي للنخلة والكلام اللي حضرتكم عارفينه ده فبالتالي دي برضو بتكون نتيجته لأن انت ما عندكش جمهور حقيقي ولا متابع بجد ليه المحتوى بتاعك فبالتالي لما حتى بتنزل فيديو بتوصل إشعارات للناس اللي انت تبدلت معها هي بش مهتمة بالفيديوهات بتاعتك ولا بمحتوى قناتك أصلا ممكن تكون كناة طبخ راح تتبادل الاشتراك مع قناة ألعاب فلا ده مهتم بالمحتوى ده ولا ده مهتم بالمحتوى بتاعي التاني فبتكون هي دي النتيجة عشان كده أنا حبيت أول ما ابتدي معاك لو ظهر معاك الصفحة الخاصة بيه التحديث الجديد بالشكل ده فده لسبب من اللي أنا قلته لك بالعكس بقى لو أنا رجعت للقناة الأساسية التحتي وضغطت على الأبحاث زي ما انتوا شايفين بقى يا دي الصفحة هتكون بالشكل ده زي ما انتوا شايفين هي فيها العناصر بقى اللي هنبتدي نستغلها بحيث تعود علينا بالنفع طب وبالنسبة للناس اللي هتفتح وتلاقي الصفحة بيضة كده مش هيقدروا يستفادوا منها لا هقولك ازاي تقدر تستفاد منها واحنا ماشيين مع بعض أول حاجة لما بتفتح حضرتك الصفحة بيقولك لا تتوفر نتائج باللغات اليابانية والكورية مش مهم بالنسبة لنا المهم اللغة العربية هو صح مش داعم اللغة العربية برضو بشكل كامل أو بس على الأقل هنقدر نستفيد منها لأن حضرتك لما هتيجي تلاحظ كده أهم عمليات البحث أهم عمليات البحث المتعلقة بالموضوع الموضوعات اللي بيبقى ذاكرها عندك في الصفحة الخاصة بالأبحاث هتلاقي معظمها باللغة الإنجليزية بس برضو تقدر تستفاد من الفيديوهات أو عمليات البحث اللي باللغة الإنجليزية فأفكار فيديوهات تقدر تعملها طيب عشان منتوش بقى تعالوا كده نمشي مع بعض واحدة واحدة استكشاف المواضيع أهم عمليات البحث أحدث الفيديوهات هنرجع لاستكشاف المواضيع دلوقتي بس خلينا الأول نشوف فيدة زي ما بقولك بقى لما انت بتكون شغالة على قناتك صح وليك متابع أو جمهور حقيقي بتظهر لك هنا أحدث الفيديوهات بالنسبة اللي بيتبحها جمهور قناتك يعني بيبقى جمهور قناتك هو دليل في الأول اللي من خلاله هتظهر الميزة دي عندك بشكل كامل فأنت من خلال البرتشن أو الجزء ده اللي انت بتشوف فيه أحدث الفيديوهات هيبتدي يستعرض لك الفيديوهات اللي عليها بحث في الوقت الحالي من جمهور قناتك على الأقل فبالتالي حاجة زي كده انت هتقدر تعرف الجمهور أو المشتركين عندك بيدوروا على إيه وتقدر من خلالها تعمل فيديوهات مشابهة للمحتوى أو النوعية دي أو الفكرة دي اللي الناس بتدور عليه ولما بتضغط على العرض الكل هيبتدي يستعرض لك الفيديوهات في آخر 28 يوم اللي الجمهور عندك بيدور عليه طيب ماشي دي كده أحدث الفيديوهات بس أنا برضو مش حاسس قوي بوجهي الاستفادة هقولها لك بقى بشيء من التفصيل لما نيجي عندي استكشاف المواضيع استكشاف المواضيع هنا لو نفترض مثلا أنا عايز أعمل فيديو عن فكرة معينة ومش عارف هل الفكرة دي في الأول جمهور قناتي مهتم بيها ولا لأ الجمهور عموما على اليوتيوب بيدور على الفكرة دي أو الموضوع اللي أنا عايز أعمل عنه فيديو ولا لأ فمن خلال استكشاف المواضيع فهكتب مثلا وليكن على سبيل المثال هكتب بس مباشر تيك توك وبعدين أو مضابط انتر أو على علامة البحث وأبتدي أشوف بص بقى لا جالي هنا فأول سيكشن أو أول مربع معايا بس مباشر تيك توك آخر 28 يوم أنشطة الجمهور الحديثة الجمهور الحديث إيه اللي موجود عندي في القناة مالوا بقى عدد المستخدمين الذين شاهدوا فيديوهات حول هذه المواضيع وبعدين بس هنا عشان أنا بقولك لسه اللغة العربية بش مدعومة بشكل كامل فالكلمة المفتاحية اللي هي بس مباشر هنا مترجمة معانا باللغة الإنجليزية بس برضو نقدر نستفاد منها يعني live streaming أو broadcasting هنا الشرط دي بتبين لك عمليات البحث اللي الناس بتدور بيها على الكلمة دي فبالتالي هنا أنا في الأول حطيت إيدي أن ده موضوع بيهم جمهور قناتي والناس عمتا على اليوتيوب بتدور عليه لأن لو نزلنا لتحت ونروح للجزء اللي يهمنا اللي هو باللغة العربية هذه المحتوى الأكثر مشاهدة على اليوتيوب وعرض لي النتائج اللي باللغة العربية واللي منها بقى هاخد برضو أفكار وهقدر أكتب عنوان ووصف للفيديو بتاعي على الجاهز بس من خلال خطوات بسيطة ممكن أن أنا أعملها يعني هضغط كده على عرض الكل هلاقي أنفاتح معايا الصفحة دي اللي فيها الفيديوهات المتعلقة بالكلمة اللي أنا كتبتها اللي هي بس مباشر تيك توك ومصنفها لك كده برضو فئات كل الفيديوهات أو لو أنا عايز أشوف بس الفيديوهات الطويلة اللي بتتكلم عن الموضوع ده أو لو عايز أشوف الفيديوهات القصيرة أنا هعمل فيديو قصير وعايز أشوف الكلمة دي أو الفيديوهات اللي اتعاملت عنها عشان أعمل فيديو زيها فدي برضو هنا بيسهلة عليك وليكن على سبيل المثال أنا عايز أعمل فيديو طويل فأم نختار الفيديوهات الطويلة فهدي يبتدي بقى يستعرض لي كل الفيديوهات اللي اتكلمت عن الطبك أو يعني الكلمة أو الموضوع بتاع الفيديو اللي أنا عايز أعمله أو ببحث عنه زي ما انتم شايفين كده هادي شرح البس المباشر تيك توك للمبتدئين هادي كلمة البس المباشر وتيك توك متوظفة في العنوان بالشكل ده الفيديو اللي بعده بالتفصيل شرح طريقة عمل بس مباشر على تيك توك للمبتدئين يبقى هنا نفس الكلمة بس مباشر وتيك توك ومبتدئين اللي موجودة هنا هي نفسها اللي موجودة هنا طبعا الفيديو ده بتاعي يبقى من خلال لو حد جديد عايز يعمل فيديو متعلق بنفس الموضوع ده اللي هو مثلا البس مباشر على تيك توك فهيبتدي يبص على العنوين ويشوف اكتر الفيديوهات اللي عاملة مشاهدة ويبتدي بقى يكتب عنوان مشابه ليه مستهدف فيه الكلمة المفتاحية والكلمة اللي ممكن بتصير فضول الناس عشان تضغط وتشوف الفيديو من خلال بقى العنوين اللي موجودة قصاده يعني هتلاقوا لو مشينا كده مع كل الفيديوهات هتلاقوا بس مباشر تيك توك الطريقة يعني مثلا الفيديو ده طريقة عمل بس مباشر على تيك توك والربح منه بالتفصيل للمبتدئين يعني انا مثلا لاحظت معاكو ان العنوان ده تقريبا هو نفس عنوان الفيديو بتاعي يعني الاخ ده لما جيه يعمل الفيديو بص في الاول على الفيديوهات المتعلقة بالموضوع ده في نتائج البحث لما ده عمل بحث عادي يعني على اليوتيوب ولقى الفيديوهات اللي محققة اعلى مشاهدات ومن فترة قريبة وابتدأ يعمل عنوان مشابه ليه يعني لو فتحت الفيديو بتاعي دلوقتي كده اهو وفتحت الفيديو ده هوريكم الفكرة اللي انا بقول لكم عليها اللي احنا بقى نبتدي نستغلها لما نيجي الناس اللي بتقول ما بنعرفش نعمل عنوان وما مش بنعرف نكتبه صح اهو يعني ده الفيديو بتاعي بصوا العنوان بالتفصيل شرح طريقة عمل بس مباشرة على تيك توك دين مبتدئين والربح منه نشوف بقى الفيديو اللي الاخ عمله واستشاف او قدر يكون عنوان من نفس العنوان بتاعي بس يبدل كلمة في الاول كلمة في الاخر بدل طريقة يخليها كيفية بس محافظ على ايه العمود الرئيسي للعنوان اللي هو الكلمة المفتحية والكلمة اللي بتصير فضول الناس وتحفزهم ان هم يخشوا على الفيديو اهو هتلاقوا برضو العنوان بتاعه طريقة عمل بس مباشرة على تيك توك النفس الكلمة والربح منه بالتفصيل للمبتدئين يعني كلمة بالتفصيل اللي انا كنت احططها في اول العنوان هو خليها في الاخر وخلى المبتدئين بدل في النص يعني ابتدى يعمل تبديل وتوافيق بحيس برضو يظهر شوية في العنوان ويبقى محافظ على نفس الكلمة المفتحية وقوتها اللي بيها يقدر هو كمان يعمل مشاهدات فهو منازل مثلا الفيديو من شهر فعمل الف وسبعمل مشاهدة فدي الطريقة اللي انا من خلالها اقدر اكتب عنوان للفيديو بتاعي وابتدي يعني مع الوقت مش هاول فيديو هعمله هلاقي الدنيا معايا بقت يعني خلاص تمام لا هيبتدي وحدة وحدة بقى اتصدر نتائج البحث اظهر في نتائج البحث الاولى مع الفيديوهات اللي هي متصدرة البحث بالفعل عشان انا واخد من العنوان بتاعهم واستهدفته في عنوان الفيديو بتاعي وبرضه ممكن اخش بقى على كل فيديو يعني مثلا حد ممكن يقوم داخل على الفيديو بص على صندوق الوصف وواخده زي ما هو او معدل فيه كلمة او كلمتين يبقى برضو ده اصبح صندوق وصف جاهز بالنسبة لك لفيديو انت عارف ان هو محقق مشاهدات يبقى دي كده بالنسبة لموضوع المحتوى الاكثر مشاهدة لما باجي في المحتوى الرائج او المواضيع واكتب موضوع معين وبي ابتدي ابحث بالشكل ده يبقى الموضوع ده هيفدنا في زيادة مشاهداتنا في زيادة المشتركين في زيادة الارباح وزيادة الافكار ليه فيديوهات انا ممكن اعملها وابتدي اخد افكار حتى للصور المصغرة كمان وابتدي اعمل صور المصغرة شبيهة ليهم برضو مع تعديلات بسيطة فيها بحيث ان خوارزميات اليوتيوب هتاخد الفيديو بتاعي وتبتدي تقترحه مع المحتويات او الفيديوهات الرائجة في الموضوع اللي انا بتكلم فيه لان هي ميزة الابحاث في الاخر هي بتوضح لك المحتوى الرائج سواء بالنسبة لجمهورك لليوتيوب عموما في المواضيع عمتا اللي الناس منزل عليها فيديوهات في اخر 28 يوم طيب لو رجعت للقناة بتحت التانية لما انا فتحتها معاكم وتلعت كده الصفحة بيضة زي ما انتوا شايفين طيب استفيد منها ازاي هاجي بقى لو انا نفترض ان انا قناة طبخي مثلا وعايز اتفاد من الموضوع ده هعمل ايه هاجي عند استكشاف المواضيع وابتدي اكتب عنوان للوصفة اللي انا هعملها او الموضوع اللي انا هتكلم فيه يعني مثلا لو قلنا وصفات رمضان عشرين اربعة وعشرين وامتضاغت كده على كلمة البحث طبعا وصفات رمضان عشرين اربعة وعشرين بالنسبة لجمهور قناتي مش موجود لان انا اصلا مليش جمهور محدد على القناة واعرفنا ايه هو السبب فلو حضرتك او حضرتك عندك نفس الامر خلاص لما هتبتدي تمشي صحة على قناتك هتبتدي تظهر ميزة الابحاث بالشكل بقى الجديد فانا لما هكتب وصفات رمضان طبعا المحتوى الاكثر شيوعا في عملية البحث طبعا خلاص احنا عرفنا مش هيبقى متاح بالنسبة لان المحتوى الاجنبي مالوش دعوة برمضان بس خلينا في المحتوى الاكثر مشاهدة على اليوتيوب ونضغط على عرض الكل بصوا بقى يعني هو كل سنة وانتو طيبين لو اللي متابع معايا هيفتكر السنة اللي فاتت لما قلت يا جماعة شهر رمضان او الترند الخاص برمضان احنا بش بالناس بتستغلوا غلط بتيجي قبل يومين من رمضان او اسبوع وتبتدي تنزل الفيديوهات وما تلاقيش مشاهدات وقلت كنت ساعتها حتى فاتح جوجل ترند وورتكوا على المؤشر من امتى عمليات البحث بتتم على المواضيع المتعلقة برمضان بصوا هنا معايا تحضيرات رمضان عشرين اربعة وعشرين ادي الكلمة رمضان ودي عشرين اربعة وعشرين وتحضيرات او تجهيزات اللي انا كتبتها امتى الفيديو ده نازل من اسبوع يعني هنا ده معنى برضو ان انا افهم ان في مواضيع معينة لو هي ترند زي ما بتقال كده لازم اركبها من بدري شوية شوفوا احنا شهر يسه فاضل تلت شهر مثلا على رمضان بس نوعية الفيديوهات اللي هي زي التجهيزات تفريزات مش عارف تحضيرات دي لازم تبقى قبلها بشهرين ولا حاجة تيجي الوصفات بتاعت الاكلة او تنفذها فعلا ممكن تبقى قبل رمضان بشهر الناس اللي بتعمل ريفيوهات عن المنتجات او الزينة او الفوانيس تبقى برضو قبل رمضان بشهر عشان الفيديو بتاعك يكون ظهر على محركات البحث وخد دور او يعني تصدر في نتائج اولى فبالتالي يعود عليك فيزيات المشاهدات يعني بصوا معايا كده تحديثات رمضان عشون واربعة وعشون تخزين الليمون بطريقة جديدة وحصرية استغلت رمضان تخزين الليمون الجديدة والحصرية بانا هنا ممكن اقول هاخش بما اشوف ايه الطريقة الجديدة والحصرية وفي نفس الوقت كتبت الكلمة المفتاحية الخاصة برمضان وكلمة الليمون فده برضو يبينلي هتبص على الفيديو التاني هتلاقي برضو تجهيزات رمضان عشرين واربعة وعشرين كله مركز على الكلمة دي عشان عارفين الناس هتبتدي تبحث وتكتف البحث رمضان عشرين واربعة وعشرين عايزة تشوف الجديد بتاع السنة دي وبعدين برضو تفريزات لشهر رمضان وهتمنى البيت بركة هتبص تحت كده هتلاقي من أسبوعين ومن أسبوع ومن أسبوعين شوفوا الناس كلها تشتغل على موضوع وصفات وتجهيزات رمضان من إمتى وابتدي أبص زي ما قلنا على العنوين وابتدي أشوف الفيديوهات اللي عاملة أكتر مشاهدة وأحاول أننا أوفق عنوان زي ما وضحت لكم كده من شوية في القناة بتحتي والصديق اللي كان خد تقريبا نفس العنوان وغير فيه وابتدي يحقق برضو مشاهدات نرجع بقى كده شوف في حد معانا في اللايف ولا لا